اشتركوا في القناة تجاوز بأشواط انقسامات لإتلاف وبدى معها ذهابه إلى جنيب اثنان للحديث عن تفاصيل التنفيذ فقط ولكن ماذا سمع الجربة من الأصدقاء ليتجنب الحديث عن مصير النظام ويتنازل عن شروطه المسبقة التي تراجع سقفها حتى اختفت تماما في الطرف الآخر أبناء الإخوان المسلمين يستصرخون لتصحيح مسيرة آبائهم في قيادة الجماعة الجماعة التي أسقطت ممارساتها المجلس الوطني وأبعدت لإتلاف عن روح الثورة وفي النهاية وجدت نفسها الداعم الرئيسي لإعادة انتخاب الجربة كما يقولون كل هذا نناقش في تفاصيل الليلة بعد اللحظات موسيقى حثت مجموعة تصدقاء سوريا الاتلاف الوطني على المشاركة في مؤتمر جينيف اثنان المخصص للأزمة السورية والمقرر بعد عشرة أيام في سويسرا وقال بيان صحفي إثر اجتماع في باريس نطلب فورا بالاتلاف الوطني التعامل بإيجابية مع الدعوة إلى تشكيل وفد المعارضة السورية التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة نذهب للتفاصيل الموقف الفرنسي الأخير بشأن مؤتمر جينيف اثنان يوحي بأن رئيس الاتلاف الوطني أحمد الجربة قاب قوسين أو أدنى من المشاركة في المؤتمر بالرغم من أن الاتلاف لم يعني رسميا حتى اللحظة عن قراره النهائي لكن لم يعود التكاهون بذلك أمرا صعبا وخصوصا أن باريس كانت حتى الأيام القليلة الماضية تحكم على المؤتمر بالفشل لا وبل تنصح الاتلاف بعدم المشاركة مجازا يصح القول إن فرنسا التقطت عدوى التذبذب في المواقف من الاتلاف وتحديدا بعد أن بدأ الأخير ملتصقا بالحليف الفرنسي أمام انخفاض أسهمه لدى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لكن بنظرة أدق لقيادة الجربة تبدو أنها ماضية لمحالة باتجاه المؤتمر ومنذ مدة فأما التناقضات في فلك ذلك ما هي إلا الزبد فيذهب جفاء فيما كان لابد منها أي التناقضات أمام سيل الاعتراض العارم على المشاركة من قبل الداخل السوري وأيضا من قبل قوى سياسية داخل الاتلاف هددت أخيرا بالانقسام وأمام المضي باتجاه جينيف يرى معلقون أنه ما من ضمانات حقيقية في جعبة الجربة وحديثه اليوم عن وجود اتفاق على مستوى اجتماع أصدقاء سوريا بأن لا مستقبل لبشار الأسد ولا لعائلته يبدو هذا الاتفاق ليس صنيعة سياسية أصلا فمشهد الثورة وهي لازلت فتية ألغى تماما فكرة سوريا الأسد لكن كان من المفترض وجود جدول زمني واضح أو اعتراف رسمي دولي في هذا الصدد فيما عجز الاتلاف عن ذلك وأمام انقسامات الاتلاف ومطالب الداخل تقول مصادر إن اجتماعا على مستوى السفراء في باريس توصل إلى وثيقة تعطي ضمانات جزئية للمعارضة لحضها على المشاركة في جينيف وتنص الوثيقة على بحث موضوع انتقال السلطة وتشير إلى معاقبة مرتكبي الجرائم لتبقى في ظل هذه التسريبات جميع عنوين مؤتمر جينيف فتفض وتلتبس الشكوك بشأن الوثيقة خصوصا وأن الجربة كان قد أكد في وقت سابق أنه شخصيا يملك ضمانات خطية فيما لم تؤتي ثمارها حتى على الصعيد الإنساني ربما هنا تجذر الإشارة إلى أن إدارة الجربة تعمل ضمن المتاح وقد يقول البعض ليس بالإمكان أفضل مما كان مع الأخذ بعين الاعتبار أن خلافات كرسي رئاسة الاتلاف ألقت بظلالها على تحضيرات المعارضة للمؤتمر وتحديدا بعد أن أضحى جينيف شرا لا بد منه أناقش هذا الملف مع الدكتور ردوان زيادة مدير المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجي ضيفة عبر السكايب من واشنطن مسأل خير دكتور ردوان وكذلك ميشيل أبي نجم مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط المحلل والكاتب الصحفة أيضا من باريس مسأل خير أستاذ ميشيل سأبدأ معك أنت القريب من أجواء الاجتماعات كيف قرأت ما خلوص عليه اجتماع أصدقاء الشعب السوري أنا عن إداية تنريد من صفحة نجاء في التقرير وهو أنه التقرير تحدث عن وثيقة توصل إليها التقرائي والأمس الواقع ليس هنا توثيقة كل جلمة الأمر والبيان الذي يوزع اليوم طيب أضطر أستاذ ميشيل أن أعتذر منك الآن الصوت غير واضح فقط لدقائق معدودات حتى يتم تصحيح الصوت ويصبح بشكل واضح أكثر وأتوجه بسؤال الدكتور ردوان زيادة على ما يبدو الائتلاف ذاهب إلى جينيف أليس كذلك دكتور ردوان لأنه بدل أن يكون هذا القرار نتائج قرار مشترك من المعارضة الآن المعارضة تخصص صراعات بين نفسها حول الزهاب من عدمه وحول من يذهب وما هي الجدوى من الزهاب أعتقد أن المعارضة يعني تعيشت وأيامها بما يتعلق في تمزقها عدم قدرة قيادة الائتلاف لتوحيد الجهود وأعتقد أنه أمام الأزمة التي يعيشها الائتلاف وأمام فقدان مستقية في الداخل السوري لا أعتقد أنه سوف يستطيع الذهاب إلى جينيف بقوة أو يحقق ما يطلبه من الشعب السوري الأولوية كان أن يقوم الائتلاف بجهود من خارج الائتلاف لحد ذاته وخاصة العمل مع القوى العسكرية الآن توحدت في سلاج جبهات رئيسية الجبهة الإسلامية جبهة ثوار سوريا وجيش المجاهدين وغيرها وبالتالي ربما تكون هذه فتح ثوار حقيقي معها من أجل شرح لهم يعني دكتور أدوان دكتور أدوان على مدار المقابلات التي كنت حضرتك شخصية معنا كنت دائما تشجع على الذهب إلى جينيف إثنان ربما يحدث أي اختراق الآن وكأنك تشكك بقدرة الائتلاف على الذهب أو للتطاوض في جينيف لا أنا مع مبدأ الذهب إلى جينيف كما قلت أكثر مرة أنه يعني ليس فقط ليس هناك بديل وإنما يجب أن تحافظ على المكتسبات ويجب أن هذه المكتسبات حتى على الأرض تضيعها المعارضة بسبب الخلافات بما بينها وانعدام المعارض الداخلية الحاصة بها وكنا وجدنا شعود داعش الذي مثل تهديد الثورة ومثل تهديد الجيش الحر وبالتالي الآن المجتمع الدولي نسي الموضوع السوري إذا استطاع جينيف أن يعيد على الأقل الانتجام المجتمع الدولي بأن يكون هناك حل لما يجري في سوريا فأعتقد أنه هذه فائدة رئيسية جينيف لكن أنا شكوك في طريقة إدارة الائتلاف لموضوع مشاركة في جينيف يعني أصبح موضوع جينيف موضوع مزاودة سياسية بين أطراف المعارضة السياسية بهدف تحقيق أهداف آنية وقريبة مثلا أن تكون في وفد مفاور وأن ربما أن تحصل على شيء ما كل ذلك أعتقد أنه الذي سوف يبدد الشعور بأن ذهب بوافد موحد قادر أن يقابل وفد الديكتور الأسد بمصالح حقيقية تمثل الثورة السورية والشعب السوري طيب أعود الآن إلى أستاذ ميشيل أبريج لعلك سمت تتحدث بي أيضا دكتور ردوان زيادة لكن دعنا في البداية نستمع إلى ما قرأته أنت فيما خلص به اجتماع الأصدقاء الشعب السوري نعم في الواقع ما تم الحديث عنه سابقا من أن الائتلاف الوطني السوري يطالب ضمانات هذه الضمانات غير موجودة لأن الطرف الذي يتعين عليه أن يقدم هذه الضمانات ليس الائتلاف الذي هو بطبيعة الحال داعم ليس هو المجموعة 11 التي هي بطبيعة الحال داعم الائتلاف وإنما هي الأطراف الأخرى الممثلة بالنظام وبروسيا وبإيران والبلدان التي تدعم هذا النظام هذه نقطة أولى النقطة الثانية المقصود من اجتماع باريس اليوم كان إيجاد دينامية سياسية بمعنى أن كل الدول المعنية بهذا الموضوع عربية أو أوروبية أو أمريكية أو تركية تدفع كلها في الاتجاه نفسه ليس هناك سرا من أن هناك خلافات كانت موجودة حتى القريب العاجل بين هذه المجموعة بين جهات تدفع الائتلاف إلى المشاركة في جنيف وجهات أخرى تطلب منه التريث ريثما يتم إيجاد تحول معين طيب من هذه الدول التي كانت تطلب الائتلاف التريث أستاذي الكريم فرنسا التي شككت أكثر من مرة بلنصحت الائتلاف بعدم الذهاب إلى جنيف الآن ماذا جد وجعل فرنسا تغير من هذا الموقف وتحض الائتلاف إلى الذهاب تفضل نعم بداية ما صدر اليوم عن مجموعة 11 ليس موقف فرنسا وإن موقف المجموعة كلها التي قبلت بالإجماع البيان الذي صدر عقب الاجتماع هذه من ناحية من ناحية أخرى اليوم الموقف فرنسي يقوم على التالي إن الأزمة الحرب في سوريا لا يمكن أن تحل إلا عن طريق السياسة أي عن طريق عملية الانتقال السياسية وليس هناك من طريقة لتحقيق ذلك إلا عبر جنيف لماذا؟ لأن التدخل العسكري الخارجي الذي تأملته المعارضة لفترة معينة بعد استخدام النظام للأسلحة التموية هذا التدخل غاب نهائيا والأمر الثاني أن ما وعدت به المعارضة من تسليحها لدرجة أنها تكون قادرة على إيجاد نوع من التوازن الميداني مع قوى النظام هذا أيضا تراجع بسبب ما تعرفه من استقواء النصرى وداعش وخلافها إذن ماذا بقي في الميدان؟ ما بقي إلا الحل السياسي والحل السياسي لا يمكن أن يتحقق وهذا صحيح إذ طالما بقيت هناك فروق كبيرة ما بين النظام والمعارضة لذا فإن الغرض من هذا الاجتماع هو شد أزر المعارضة وتوفير دينامية سياسية تمكنها من الذهاب إلى جناب من موقع أفضل لا أقول إنه الموقع المثالي ولكنه الموقع الأفضل ولو قرأنا البيان الذي صدر مساء هذا اليوم لو وجدنا أن فيه الكثير فيه مطالب كثيرة فيه حول أهمية عملية الانتقال السياسي حول أن الأسد ليس له دور في سوريا المستقبل حول مجموعة من الأمور التي يتعين التوصل إليها مثل وقف القصف إلى آخره ولكن المشكلة أن هذا المطلوب وهذا المنصوص عليه في بيان اليوم لا يجبر النظام بشيء لأنه صادر عن هذه المجموعة الدولية مهما تكون أهميتها لذا في رأيي الآن على أهم سيكون غدا بين الرئيس نعم هناك من يتحدث لكن بالمقابة أن هذا الاجتماع لم يأتي بجديد حتى المطالب التي طالب بها الجربة يوم أمس وهي ثلاثة مطالب بسيطة تظهر حسنية النظام تجاه جينيب لم تتحقق بالتالي وكأن أصدقاء الشعب السوري من منطلق ضعف ليس قوة يضغطون على الاتلاف للذهاب إلى جينيب لا أعتقد أن الموضوع قوة أو ضعف الموضوع هو برأيي موضوع وقعية سياسية إذا عليك أن تتعامل مع أمر ما عليك أن ترى الأمور كما هي اليوم الحرب بدأت منذ ثلاث سنوات في سوريا هناك انكسامات داخل المعارضة السياسية هناك انكسامات داخل المعارضة العسكرية أنت تعلم المعارك القائمة في شمال وشمال غرب سوريا كل هذا الجميع يعرفه والمسألة اليوم هي كما قلت أن هناك قناعة نهائية أن لا حل عسكريا للحرب في سوريا للأزمة في سوريا وبالتالي يتعين العمل على المستوى السياسي وكنت أقول قبل لحظة أن الاجتماع المهم الذي سيحصل غدا بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بحضور الأخضر إبراهيم المبعوث الدولي برأي هذا الاجتماع بالغ الأهمية لماذا؟ لأنه سيبين قبل عشرة أيام من اجتماع جونيفتنين ما هي الأمور التي يمكن أن تعيد بها روسيا أو التي تكون مستعدة للقيام بها الجميع يعرف أنه طالما حظي النظام بالمظلة الروسية إن في مجلس الأمن الدولي كما برز قبل ثلاثة أيام أو على المستويات السياسية والديبلوماسية والعسكرية والأمنية والآخرية فإن ليس هناك من حل خصوصا إذا بقيت إيران خارج دائرة اللعبة ونحن نعلم أن الرئيس حسن عروحاني هدد بإفشال هذا المؤتمر إذا بقيت إيران خارجها نعم وبالتالي اسمح لي أذهب لدكتور ردوان زيادة الآن سيد ميشيل يعني دكتور ردوان بالمقابل يعني قبل أن نتحدث ربما يوم غاد يتحدث عن نفسه في هذا اللقاء الذي يجمع كيري والأفروف وأيضا الأخضر الإبراهيمي لكن لو تحدثنا أكثر عن إدارة الاتلاف اللي تحدثت عنها أنا بأنه لا يوجد هناك إدارة في الاتلاف للتفاوض في جينيف 2 إذا كان الاتلاف لا يملك سوى هذا الحل وهو بهذا الحل مشتت منقسم ما الفائدة من الذهاب إذا العملية بأنه ليس هناك بدائل أخرى البدائل الأخرى على الأرض تمثل أكثر سوداوية فيما يتعلق بمصير الثورة السورية خاصة داعش والتي تحتاج إلى دعم حقيقي للجيش السوري الحرب حتى يستطيع مواجهتها وبنفس الوقت نجد أن نظام الأسد يعتمد بشكل أو بآخر على سياسة الأرض المحروقة تدمير الكامل وبالتالي يجب أن تكون هناك شكل من أشكال المؤتمر الدولي للتفكير في إعادة الأمار وليس أن يكون فقط على جهود الحكومة الانتقالية والمؤقتة بمعنى أو بآخر أن الأصدقاء يخذلوننا ولكن ليس لنا بديل عن غيرهم هل الأصدقاء أيضا يجبون الاتلاف عن التخلي عن مطالبه وشروطه؟ لا عمليا للأصدقاء لم يعطوا شيئا يعني بيان مجموعة أصدقاء سوريا في فرنسا وتكرار لنفس البيان الذي تظر في لندن وليس لهناه صفة أي إلجامية ولا أحد يستطيع يعني حتى كل مجموعة أصدقاء سوريا لا تستطيع أن توصل المساعدات الإنسانية إلى المعظمية أو إلى مخيم اليلمو من يستطيع أن يقوم بذلك ربما روسيا عبر الضغط على نظام الأسد لأن مجتموعة أصدقاء سوريا وصلت إلى الشخف الذي يمكن أن تصل إليه وهو الضغط السياسي ولم تمارس عملينا الضغط العسفري الذي هو اللغة الوحيدة الآن في سوريا منذ عام ونصف تقليل نعم لكن بالمقابل دكتور ردوان بالمقابل عندما يتحدث الجربة بأنه لا مصر للأسد ولا لعائلته في سوريا المستقبل وكأن الجربة يعني لديه بعض التسريبات بأن الجميع متفق على أنه لا وجود لبشار الأسد وعائلته في سوريا المستقبل لكن بالمقابل لم يتحدث عن مصيره وهذا من سماه بأنه هذا سقف المطالب لا يعني بغض النظر عن العبارات التي يستخدمها الجربة أو غيره عمليا المبدأ الذي صدر من بيان لندن هو التأكيد على أنه لا دور للأسد المرحلة الانتقالية ولو كان أي غموض في ذلك لم يكن أي شدوى عمليا لكل المجموعة ولكل حضور الائتلاف التحدي الرئيسي كما قلت هو الائتلاف أن يركز على إعادة تركيب أوراق الداخل السوري وهذه مسألة أصبحت أكثر من مصيرية من حضور هذه المؤتمعات التي عمليا لا تشمن ولا تغني من جوع بدون أن يكون لديك مرتب بيت مرتب داخليا الآن الائتلاف يعني هو أشبه بما يسمى الجسم ليس له علاقة عمليا حتى إذا اتخذ قرارات ليس لديه دينامية من أجل تنفيذها حتى لو أعطى وعدا بتنفيذها لا يستطيع تنفيذها على الأرض وبالتالي هو جسم مقطوع الصلة تماما التحدي الرئيسي يعني عاشر أيام هل تعتقد دكتور ردوان بأن الائتلاف قادر على إعادة بيته الذي هناك من يقول يحتاج إلى سنوات يعني خصوصا في ظل الإنقسامات الكبيرة والانسحابات أيضا من الائتلاف الوطني لا يعني أضرب مثال واحد فقط أنه أكبر تجمع عسكري الآن الجبهة الإسلامية والتي تعمل بشكل منظم بشكل أوضع أعلن بشكل رسمي في بيانها اليوم أنه عيس لها عليها بالإتلاف وتطارب المنتحبين والمستقلين منه بالاستقال والعودة إلى الداخل وبالتالي باسم من يتحدث الائتلاف هذا السؤال الذي عمد على ثلاث سنوات عجزة المعارضة في إيجاد في القيادة الفياسية الآن يطرح في وقت الأزمة المصيرية وهو أن يكون هناك وفق حقيقي يمثل الثورة والمعارضة السورية في وقت المفاوضات الفياسية يعني لكن باقتصاد دكتورة هل من ممكن أن يتم تأجيل التفاهم إلى فترة لاحقة بعد جينيذ 2؟ لا يعني هذا هو وقت التفاهم إذا ما تأجل الجربة طلب من الأمين عامل المتحدة تأجيل المؤتمر إلى مدى أسبوعين واضح أن طلبه قبل بالرفض الآن وتأكيد على أن الموعد يتم في موعده وبالتالي ليس هناك وقت عمليا للتفكير من أجل تشكيل هذا الوفد الموحد الذي هو قادر على قيادة المفاوضات بشكل يمثل طموحات شعب السوري طيب أستاذ ميشيل أبي نجيم بالمقابل أو تحدثنا بأن الأصدقاء لم يقدموا أي شيء للثورة السورية بالمقابل أصدقاء النظام يقدمون كل شيء وأكبر لذلك روسيا التي تريد أن تحول مؤتمر جينيذ من تسليم السلطة إلى مؤتمر لمكافحة الإرهاب فهل نتوقع شيء جديد من روسيا يوم الغد في لقاء مع كيري نعم هذا واضح هناك منطق أنا أولا أشاطر الرأي لضيفك في الولايات المتحدة حول تحليله وحول واقع المعارضة السورية وحول الحاجة التي ألماسة بنسبة إليها لكي تعيد توحيد صفوفها من جهة ولإيجاد رؤية مشتركة تقوم على أساسها المفاوضات هذا من ناحية فيما خاصة الموقف الروسي يعني موقف الدول التي كانت مجتمعة وراءنا في مقر وزارة الخارجية الذي ترونه ورائي هذه الدول هي تضع نوعا ما تضع روسيا أمام مسؤولياتها ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن روسيا كانت أحد الأطراف الذي ساهم في كتابة خريطة الطريق التي صدرت عن جنيف واحد في حزيران يونيو من العام الماضي هذه النقطة أولى النقطة الثانية روسيا هي قبلت وقالت أكثر مرة إن هدف العملية من جنيف اتنين هو إيجاد هذه السلطة الانتقالية التي تعود إليها الصلاحيات التنفيذية إلى آخره النقطة الثالثة هي أن روسيا مع الولايات المتحدة أحد رعيي هذا المؤتمر هي التي مثلا الوزير لفروفو الذي اتفق مع كاري منذ أيار مايو الماضي لأجل عقد هذا المؤتمر وكل المساعي رغم التأخيرات المتلاحكة وكل هذه المساعي صبت في اتجاه إيجاد الظروف المؤاتية لكي ينعقد هذا المؤتمر أنا متفق معكم بأن هذه الظروف ليست الظروف المثالية ولكن غرض المجموعة الـ 11 اليوم هي أن كل طرف من هذه المجموعة له تأثير على مجموعات معينة إن ميدانية في سوريا أو على المستوى السياسي وهناك توافق اليوم بين الجميع أكان دول خليجية أو غير خليجية تركيا أو غير تركيا على الدفع كلها باتجاه واحد لكي يكون نوع من التنصيق بين القوات المقاتلة ميدانيا وبين الاتلاف بمعنى أن لا يكون الاتلاف عندهم يذهب إلى جونيفت ناين في حال ذهب وحتى الآن لم يقل أحد أنه سيذهب بشكل قاطع يعني الأمور ما زالت مفتوحة بمعنى أنه يتعين أن يكون هناك نوع من التنصيق بينما هو حاصل ميدانيا وبين الوفد الذي سيكون ممثلا للمعارضة في جونيف طيب يعني الانتلاف الآن أحمد الجربة لديك الفرصة على أن يرفض الذهاب إلى جونيف أم لا أستاذ ميشيل عزيزي إن لم يقبل الجربة الذهاب إلى جونيف فلن يكون هناك جونيف هذه نقطة أولى النقطة الثانية الجربة في كل الاتصالات والمصادر التي تابعت عن قرب ما حصل اليوم في باريس كل هذه المصادر قالت إن الجربة لم يعد أحدا بأن هناك قرار للذهاب وهذا طبيعي لأنه لو قال ذلك لقامت القيامة عليه ونحن نعلم أن هناك اجتماعا في السابع عشر من هذا الشهر حتى يقوم الاتلاف باتخاذ القرار النهائي أنا أوافق الرأي لأن الوقت ليس لم يعد هناك الكثير من الوقت المنفسح من الوقت الوقت داهم وعلى الاتلاف إن أراد فعلا أن يسير في هذا الحل السياسي أن يجد طريقه لكي يتفاهم على وفد ليس فقط مقصورا على الاتلاف وإنما يضم أطرافا أخرى من المجتمع المدني من العسكريين من المقاتلين من النساء من الأكراد إلى آخره حتى يكون هذا الوفد الأكثر تمثلية لذا أعتقد أنه مومع السابطاش الجاري هو بالغ الأهمية نعم ومن هذا الحديث دكتور رضوان نأخذ مما تحدث فيه سيد ميشيل بأنه ممكن تشكيل الوفد من المعارضة يضم الجميع وربما يكون هذا حل مبدئي بالنسبة لتشرد من المعارضة ألا توافقه الرأي؟ يعني حتى ولو شكلنا وفد الآن السؤال ليس في تشكيل الوفد السؤال الحقيقي هو في تشكيل هيئة الحكم الانتقالية الآن الاتلاف يركز على المشاركة وعلى تشكيل الوفد في حين أن الأهم هي ما هي الأسماء التي سوف تكون تتشكل منها هيئة الحكم الانتقالية التي سوف تقود سوريا في المحلة الانتقالية نعم دكتور أدوان هناك من يجيب على هذا السؤال بأنه بما أنه أقل الدول الداعمة وأصدقاء الشعب السوري لها ممثلينها من المعارضة السورية فيتم الترتيب على هذا الأساس يعني الدول هي من تتحكم بهذه الهيئة ليس الاتلاف ولا المعارضة بكل تأكيد يعني المشخرة التوشعة الخاصة بالإتلاف يتظهر ذلك التناقض بين الدول الإقريمية وتحويل الإتلاف إلى مكسر عصر يعني مجموعة الأشخاص الذين تتبناهم دولة ما يستقيلون حتى يتم الضغط على مجموعة الأشخاص التي تتبناهم الدولة الأخرى من أجل توشعة الإتلاف فعندما يحدث العكس يستقيل الطرف الآخر من أجل إدخال أعضاء وهكذا يعني الإتلاف أصبح أشبه بلعبة إقليمية لا أعتقد أنها تمثل السوريين ولا بأي شكل من الأشكال ولا أعتقد أن السوريين الثورة التي قامت على فكرة الكامة والاستقلالية والقرار الوطني وما إلى ذلك يمكن أن يمثلها هؤلاء الأشخاص الذين افتقدوا عمليا القرار الحر المستقل لكن الدول الداعم لإتلاف جميعها تطلب من الإتلاف الذهاب إلى جنيف ربما يتفقون بهذه النقطة صحيح لكن كل دولة من هذه الدول لها أجندتها الخاصة كما قلت أن فرنسا على سبيل المثال وسيد الخارجي الفرنسي صرح ثلاث مرات تحتيت في جنيف الآن بعض الضغوط الأمريكية التي مارستها على الإدارة الفرنسية قامت بتعديل موقفها من أجل وطلبت منها استضافة المؤتمر الحالي وأعتقد هناك تفاصيل كثيرة وكثيرة لدينا لا نستطيع الحديث بها هنا لكن كما قلت أن حتى هذه المجموعة الصغرى الإدارة ليس لديها أجندة موحدة في متعامل المعارضة أكبر دليل على ذلك مصر التي لا تعترف بالإتلاف وأغلقت مكاتب الإتلاف في القاهرة وبالتالي أعتقد أن المواقف المتناقضة حتى ضمن المجموعة الرئيسية سوف تنسجر فيما يتعلق بالموقف إذا لم يكن الإتلاف موحدا لديه رؤية استراتيجية يفرضها على كل الأطراف وليس فقط يقوم بالتنازل لحساب كل طرف دكتور أدركب أن هناك معلومات وتفاصيل لا يصح أن نتحدث بها على الهواء المباشرة لكن الحقيقة الآن حتى لو كانت هذه نقطة الجميع يعتقد أو يعلم إجابتها من هو صاحب القرار بالذهاب لإتلاف لجنيف أم لا؟ هل هو الإتلاف أم الدول الداعمة للإتلاف؟ بكل تأكيد الدول الداعمة وبشكل رئيس الولايات المتحدة الولايات المتحدة تريد عقد المؤتمر بأي شكل من الأشكار وبالتالي هي تقوم بالضغوط على الدول الأقليمية بشكل أو بآخر من أجل أقناع أطرافها في المعارضة السورية من أجل الذهاب إلى جنيف وبكل الأحوال الذهاب إلى جنيف ليس خطأا كما قل أن الجنيف قد يكون فرصة عمليا من أجل استعادة القرار الوطني ونفس أيضا أن يكون هناك قرار دولي من أجل حل الأزمة السورية وتحقيق مطالب السورية في تشكيل الحكم الانتقالي لأن الأخضر الإبراهيمي كرر لي شخصيا وأكثر من مرة أعتقد أن هيئة الحكم الانتقالية التي يتم تشكيلها سوف تذكر قرار من مجلس الأمن مستلطة بالتابع وسوف تأود للحكم من دمشق وبالتالي هذه الهيئة التي تتكون من ثلاثين شخصا كما هو مطروح الآن سوف تأود إلى الحكم وإدارة الحكم الانتقالية لسوريا من دمشق وبالتالي لديها كل الصلاحيات التنفيذية والعسكرية وما فيها أجهزة الأمن الآن ليس هناك أفق لأن المعارضة السورية ما زالت تحكم لا نقول تحكم على الأقل وإنما تعبر من الخارج الآن لديها الفرصة للعودة وإدارة الموارد الخاصة من داخل الأراضي السورية نعم سؤال أخير لك أستاذ ميشيل أرجو باختصار لم يبقوا لديه وقت في هذا المحور فقط إذا كانت الولايات المتحدة يا صاحبة القرار بأن يتهى بالإتلاف إلى جنيف لماذا الولايات المتحدة لم تدعو إيران هل هذا الموضوع له علاقة بالشأن السوري أم لا بالضغط على المعارضة أم ليست بحاجة لذلك يعني موضوع إيران كما تعلم الجميع يعرف أن هناك نوع من التقارب اليوم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية بفضل الموضوع النووي والأمور سائرة كما يريد ولكن حتى الآن إيران لم تعطي أي شيء للغربيين لكي يقبلوا بدعوتها للمؤتمر يعني بمعنى آخر أنه إذا كان الغرض من جناب هو تشكيل الهيئة الانتقالية بمعنى آخر أن النظام الحالي يسلم السلطة للهيئة الانتقالية فإيران حتى اليوم لم تقبل بهذا المبدأ وبالتالي كيف يمكن أن تدعو إيران للمشاركة في مؤتمر هي ترفض أساسه سلفا إذن هذه نقطة أولى نقطة ثانية الموضوع ليس فقط موضوع إيران الموضوع هو أن إسرار مجموعة الـ 11 على مؤتمر جونيف أحد أغراضه هو كشف ازدواجية النظام لماذا؟ لأن النظام يقول من جهة أنه مستعد لذهب إلى جونيف ومن جهة أخرى يقول أنه سيذهب إلى جونيف ولكن لن يناقش موضوع نقل السلطة وبالتالي ما الذي سيناقش؟ إذن جونيف بالطبع المعارضة لا تتوافر لها الشروط الضرورية لتكون موقع قوي ولكن أعتقد أن هذه فرصة بالنسبة للمعارضة لتضع أنها فعلا تبحث عن حل سياسي عن حل سلمي وأن لها أفكار وأن لها مشاريع محددة وأن لها دعم على المستوى الدولي شكرا لك أستاذ ميشيل أبناجي مدير مكتب صحيفة تشارق لاوسط المحلل ولكاتب صحفي ضيفي من باريس أشكر نوصولك دكتور رضوان زيادة مدير المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية ضيفي من واشنطن عبر سكاين سنذهب إلى فاصل اشتركوا في القناة 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 حظام 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 فرجع علينا الحصار دبعا حنا دبعا نحن نار لبس نار لبس اشتركوا في القناة ولكن مقابلية وهذا الشرق نحن ضربنا بالطيران والحمد لله رب العالمين رح نظل سابتي لو ما عنا غيرها الروسية شايف كيف شهادة والسلحة والنصر وجايين بإذن الله تعالى لما طريق بدأنا رح نكمل بعونا الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رسالة العمل السياسي للجماعة منذ انطلاق ثورة السورية من باب المراجعة وتصويب هذه السياسة التي اتبعتها بعض شخصيات الجماعة والتي باتت بحسب أصحاب الرسالة مثالا لعدم الثبات على موقف وعدم الالتزام بمبدأ ونموذجا للتقلب والمصلحية المقيتة التي لا تليق ممثل أكبر جماعة سياسية سورية نتابع تظهر رسالة بثها أبناء جماعة الإخوان المسلمين المسار السياسي للجماعة تحديدا خلال الثورة منذ تشكيل المجلس الوطني وحتى إعلانهم الأخير رفض المشاركة في مؤتمر جينيف وفي صياغة الرسالة التي حصل عليها موقع أوريانت نت هاجم الشبان سياسة آبائهم من منطلق المحبة للجماعة والانتماء لها وحرصهم على سوريا على حد تعبيرهم الرسالة أوضحت أن الجماعة أضحت مثلا لعدم ثبات على موقف وعدم الالتزام بمبدأ ونموذجا للتقلب والتقيا والمصلحة المقيتة وهم يكررون داخل الائتلاف تجربة المجلس الوطني السوري أي السيطرة على الكيان ثم تدميره وتفصل الرسالة أن الجماعة تتميل إلى الدخول بفريقين في كل تشكيل بارز فريق رسمي للجماعة بقيادة فاروق طيفور وفريق مموه عبارة عن كيانات صغيرة مرتبطة بالجماعة كمجموعة العمل الوطني بقيادة أحمد رمضان وهيئة حماية المدنيين برئاسة نذير الحكيم وتضيف الرسالة أن الإخوان دخلوا الائتلاف الوطني بشخصين تحت اسم الجماعة هما فاروق طيفور وأحمد سيد يوسف وبسبعة أشخاص آخرين أعضاء في الجماعة أو خلفاء ملتزمون بخطها وهم هيئة حماية المدنيين ومجموعة العمل الوطني والكتلة الوطنية وإهلان دمشق واستدلت الرسالة على مصداقية أقاولها بقصة حسان الهاشمي الذي دخل الائتلاف بصفته عضوا في مجموعة العمل الوطني وبعد انضمامه أعلن أنه أصبح رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان دون أدنى اعتراض من العمل الوطني على فقدانها مقعدا ثمينا في الائتلاف على حساب الجماعة ويرى شبان الإخوان أن سياسة الآباء تصل أحيانا إلى حد التبعية الكاملة لبعض القوى الإقليمية التي تبحث عن الهدنة أو الحل السياسي بينما التميل للتعاطي بالحد الضروري فقط مع القوى الثورية والقوى العاملة على إسقاط النظام بكل الوسائل وهو ما أدى للقضاء على المجلس الوطني بالرغم من أن الموقف الرسمي للجماعة هو دعم المجلس سياسة الآباء انتقلت الآن وبقوة إلى الائتلاف ثابت أنصار الثورة وإسقاط النظام أقلية مهمشة داخله ومعظم أعضائها بعيدون عن العمل الثوري والعسكري ويسعون بحماس نحو حل وسط مع النظام جماعة الإخوان دعمت بحسب الرسالة شخصيات هزيلة وفاسدة وحالت المجموعة دون فوز أي ممثل للحركة الثورية أو القوى الأخرى بأي موقع ذي قيمة كما أنها تراعي تحصيل مكاسب ومواقع حزبية وشخصية وتبذل جهدا كبيرا لتحسين نظرة القوى الإقليمية لها على حساب موقعها لدى الشعب السوري أو الاستماع لصوته ويضيف الأبناء أن الأباء يبدون تسامحا كبيرا مع مظاهر الفساد وشراء الذمم والاختراقات الخارجية التي تمزق جسد كيان الجماعة ومؤسساتها أناقش هذا الملف مع عمر مشوح وعضو قيادة جماعة لإخواء المسلمين ضيفي من إسطنبول مساء الخير أستاذ عمر كذلك ماهر سليمان العيسى صحفي من الرياض مساء الخير أستاذ ماهر سليمان وسينضم إلينا الأستاذ ملهم الدروب عضو المجلس الوطني من جدة عبل أقمار الصناعي سبدا معك أستاذ عمر مشوح لماذا تعمل الجماعة بالخفاء بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة ما تعرضتم له في التقرير والمقال يعني هو عبارة عن صحافة صفراء وكنت أتمنى أن يكون التقرير الصوتي محايدا على الأقل في طرح وجهة النظر نحن شباب الإخوان عندما ننقد أو نعترض لا نصرخ أولا وإنما نتكلم بهدوء لأن تربيةنا الإخوانية تفرض علينا ذلك هذا أولا وثانيا عندما نتكلم بهدوء نتكلم بدون أقنعا وغير ملثمين بمعنى أن نتكلم بأسماء الحقيقية وننتقد بكل وضوح أمام قيادتنا ونعترض في وضح النهار أما المقالات المسوسة التي تخلط قليلا صالحا بكثير سيء هذه المقالات هدفها تشويها الجماعة وصورة الجماعة أنا لا أقول أستاذ عمر إذا تكرمت فقط إجتهادات سياسية لبعض أفراد الجماعة من أخطاء لأنهم بجمع معرضون الخطأ لكن أن يقال أن الجماعة هي التي هدمت المجلس الوطني وحاول أن تهدم الائتلاف طيب فقط أرجو أن تستمع أستاذ عمر يعني أنت تحدث بأن هذا المقال عبارة عن صحافة صفراء تحدث بأن لجد هناك صرخان تتكلمون بغير أن يكون هناك أقنعة المقصود في التشوي طيب لا ضير على ذلك كله لكن أرجو الرد بالحقائق يعني حتى لو كانت صحافة صفراء كما تحدثت عنها وانتقدت أن يكون هناك صرخة هذا كما ورد لنا يعني من مصادر من مصادر من داخل الجماعة أرجو أن ترد على هذا المقال بدلائل بحقائق يعني أن الأخوان لا يعملون بالخطأ تمام أخي تمام يعني أنا أحبب نعم نعم أحبب فقط أن ننبه إلى قضية الصحافة للصفراء المنتشرة هذه الأيام في كل المواقع لكن الردل المنطقي سهل ولا يأتي فقط من الإخوان بل من أطياف المعارضة الأخرى نحن سياستنا في الجماعة منذ بداية الثورة هو البحث عن التوافق الوطني التوافق الذي يجمع جميع شرائح الوطن من أجل خدمة أهداف هذه الثورة وعملنا في المجلس الوطني بجد وعملنا باجتهاد من أجل جمع أطياف المعارضة وتأسس والجميع يعلم أن تأسيس المجلس الوطني وسيره في هذا الخط الذي وصل به حتى هذه اللحظة هو بدعم واجتهاد من جماعة الإخوان وحتى الاتلاف بذل الإخوان جهودا جبارة في الاتلاف الوطني وآخر محاولة هي اللجنة التي شكلتها قيادة الجماعة لرأب الصدع الذي حدث في الاتلاف بعد الانتخابات الأخيرة هذه محاولات هل تمام عن هدم للكيانات الوطنية هل تعطيك مؤشر أن الجماعة يحثون يعملون في شفاء ويحاولون هدم لحسال الوطنية وهذه اللجنة التي شكلها الإخوان جاءت متأخرة لأن الإخوان هم من دعم الجربة حتى يصبح رئيس للدورة الثانية بأصواتهم يا سيد يا سيدي الجماعة ذهبت بقرار في الانتخابات الأخيرة للبحث عن التوافق للبحث بين جميع المكونات عن التوافق فإن لم يكن هناك توافق فكان القرار أن تجتهد المجموعة التي هي في داخل الاتلاف وتبحث عن المصلحة الوطنية الأكثر وتجتهد وتصوت والأصوات يسأل عنها أعضاء الاتلاف لكن بعد أن حدث ما حدث الجماعة تحركت لو كنا نبحث عن هدم الكيانات وكنا نبحث عن دعم طرف دون آخر لما تحركنا في رأب الصدع ولما تحركنا من جمع أطياف المعارضة لإعادة اللحمة الوطنية ولإعادة الصوت الوطني المعارض طيب أستاذ ماهر بالمقابل يعني الأخوان المسلمين أكثر من رات حدث في الأستاذ ملهم دروبي بأن المجلس الوطني ضد الذهاب إلى جنيف 2 لكن إذا ذهبت إلى الجربة رئيس الاتلاف هو ممن الإشارات لديه تدل على أنه ذاهب إلى جنيف 2 لا محالة وبالمقابل الإخوان دعموا أحمد الجربة كيف تفسر هذا التناقض مساء الخير لك ولي ضيوفك ولمشاهديك تحياتي وشكرا لصدفتكم أهلا يا سيد سيد الكريم اسمح لي بداية أن أضع الأمور في سياق أساسي ما نشاهده الآن ما أسمعه حقيقة من الأخ أمر يعني حقيقة أن شيئا مؤسف كنت أتمنى أن يكون لدى الأخوان يعني تيارا جديدا يستطيع المراجعة الحقيقية والجادة للأبر أو لحالنا إجمالا كقوة سياسية وقوة معارضة ضمن هذا المخاض العثير الذي نعيشه حاليا الفكرة ببساطة شديدة أن تكون معارضا أو أن تكون مشاركا بحراك ثوري أو أن تكون حاملا للسلاح هذا لا يعني أنك بالضرورة تحمل مشروعا وطنيا ما يجري يا سيد الكريم أو ما جرى ويجري ارتداءا من لحظة تشكيل المجلس الوطني كان هناك قوة سياسية أقليمية رئيسية تريد أن تصدر طرفا معينا باعتبار الحامل لمشروع الربيع العربي وبشكل خاص بسوريا ولهذا نعم صحيح هذا الكلام التي تفضل فيها يا أستاذ عمر أن الأخوان كانوا ركزة أساسية في تشكيل المجلس الوطني أما الاحتلاف فموضوعه آخر أنا كنت شاهد عيان على الحالتين لكن المسألة الآن يا سيد الكريم تعني بالضبط أن التشكيلات السياسية والحقيقة هذا يشمل للجميع ولا يعني الأخوان لوحدهم المسألة العفوان المشروع الوطني غائب تماما الفشل الأساسي في الثورة السورية هو الفشل السياسي ويتحمل مسؤوليته هؤلاء الذين قالوا نحن ممثلين عن الثورة السورية والشعب السوري الأخوان المسلمون يا سيد الكريم يعني اهتموا جدا بتمثيل الثورة السورية أكثر من إدارتها والمسألة يعني هنا وضعوا العربة أمام الحصان وهذا بالمناسبة كيف اهتموا بالتمثيل أكثر من الإدارة وأنت تحدث بأن الركيزة الأساسية للمجلس الوطني كان الأخوان المسلمين صحيح هنا قوة هنا قوة إقليمية يا سيد الكريم بوضوح قطر وتركيا قطر وتركيا هي من سوقت مسألة أن الأخوان المسلمون هم الطرف الرئيسي الذي يستطيع أن يقود مشروع الربيع العربي وأقنعت الغرب حقيقة باعتباره إسلاميا ولبراليا بها من واحد لكن لكن فقط هذه النقطة هي حقيقة تسويق فقط من قبل قطر وتركيا لا يا سيدي ببساطة شديد لو كان هذا الأمر حقيقيا لا استطعنا أن ننتج مشروعا وطنيا المسألة ببساطة صديقي أن تكون معارضا لا يعني أن لديك مشروعا وطنيا شاملا نحن أمام حالة استحقاق كبيرة جدا في بلدنا في سوريا نحن انتقلنا من مرحلة صراع مطلبي إلى صراع لإسقاط النظام إلى حالة حرب تحرير وطنية نحن في حالة إعادة إنتاج الكيان الوطني ولهذا نحتاج إلى مشروعا وطنيا كاملا هنا نجد أن من يهتم بالتمثيل السياسي لا يستطيع إدارة الثورة طيب أستاذ ماري لا أعرف أين نقطة التحفظ على الأخوان المسلمين على الأخوان المسلمين ليس لديهم مشروع وطني الجميع ليس لديهم مشروع وطني وعلى رأسهم بالأخوان المسلمين طيب ما الدليل على ذلك سيدي الكريم عندما نتحدث عن مشروع وطني هذا يعني أن لدينا أن لدينا هيكلية كاملة ولدينا استراتيجية كاملة ولدينا رؤية كاملة المباحكات والتكتكات التي تتم بالمجلس الوطني ولا يستطيع الأخ عمر مشوح يعني أن يزيد عليه في هذا كنت رئيس مكتب تنظيم الإدارة في المجلس الوطني وعرف تفصيلا ما كان يشري الزكرة الأساسية أنه كانت هناك محاصصة بدأت منذ تشكيل المجلس الوطني وستمرت إلى اللحظة التي نحن فيها في الاتلاف ولهذا حقيقة خرجنا عن كل فعالية سياسية فعالية وجلسنا أنطلر الأطراف الدولية كي تقول لنا يمكنكم أن تفعلوا هذا أو لا تفعلوا هذه المحاصصة أستاذ ملهم مساء الخير في البداية أنت ما يعبر لها تفلان حتى يتم توضيح صورتك أكثر من جدة يعني الإخوان المسلمين هناك من قال بأنهم تسلقوا على حساب المجلس الوطني حتى يستطيعوا تغلغوا في الاتلاف الوطني وهذا من يقول هذا الحديث يؤكد ذلك بأن الإخوان المسلمين كانت أصواتهم لأحمد الجربة الذي أنتم في المجلس الوطني ترفضون الذهب إلى جينيف اثنان بالمقابل تصوتون لمن يريد الذهب إلى جينيف اثنان أستاذ ملهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم التالي معروف فيما يخص تشكيل المجلس الوطني السوري وكيف قام الإخوان المسلمون بالدعوة والمباجرة لذلك وتنازلوا عن الكثير من المطح نعم أنا ما أتكلم أسكي سمعني سامعك تفضل أستاذ ملهم يعني التاريخ معروف لا أريد أن أكرره تاريخ تأسيس المجلس وأن الإخوان المسلمين تقدموا بالمبادرة وأعطوا المقاعد غيرهم من أجل أن يتم تشكيل المجلس الوطني هذا معروف لا أريد أن أكرره والإتلاف الوطني أيضا عندما تمت الدعوة إليه تعامل الإخوان المسلمين مع الإتلاف بشكل إيجابي رغم أننا كنا نعلم أن الغرض من الإتلاف هو تحجيم دور الإخوان المسلمين رغم ذلك قبلنا بذلك لأننا نريد المشروع الوطني ونريد المصلحة الوطنية العدية فليس هناك تسلق من قبل الإخوان المسلمين على المجلس أو على الإتلاف نعم لكن المجلس الوطني كان الركيز الأساسي أستاذ ملهم الركيز الأساسي لمجلس الوطني كان تنظيم الإخوان المسلمين طبعا أكيد ولولا الإخوان المسلمين لما تشكل مجلس الوطني ولولا المبادرة التي قمنا بها لما تشكل المجلس الوطني طيب هناك من يتساءل بالتالي إذا كان لولا الإخوان المسلمين لم يشكل مجلس الوطني لماذا الإخوان المسلمين يعملون في الخفاء سيد ملهم لم نعمل بالخفاء لكن كنا نتنازل عن مقاعدنا من أجل المصلحة الوطنية لأن هناك من يريد أن يتصدر الموقف ونحن كنا نقول لا بأس يعني من يريد أن يتصدر فليتقدم نحن لسنا طلاب مناصب ولسنا طلاب صدارة هذا كان موقفنا ولازال أما ما يدع علينا بأننا يعني تحالفنا مع السيد الجربة لم نتحالف مع السيد الجربة وإذا أصر السيد الجربة أن يذهب إلى جنيب فلننقص معه قرار الجماعة واضح لما يتعلق من جنيب الثنين أصوات الإخوان كانت للجربة أستاذ ملهم نعم كانت للجربة لكن هذا لا يعني أنها ضدهاب إلى جنيب الثنين يعني أصوات الإخوان ذهبت حسب التوافق الوطني نعم الجربة عليه توافق وطني أستاذ ملهم أعتذر للمقاطعة نعم الجربة عليه توافق وطني أم توافق إقليمي ليس له توافق وطني وليس له توافق إقليمي على أساس تم التصويت له السيد الجربة نجح بانتخابات 55% لم ينجح بـ 29.9 لا هو السؤال كان لأن الأصوات تذهب لمن عليه توافق وطني من هنا جاء السؤال أستاذ ملهم أصوات الإخوان كان القرار أن نعمل على إيجاد صيغة توافقية يتفق عليه الصرفان مثلا أن يكون السيد الجربة رئيس وأن يكون برياض حجاب نائب الرئيس وأن يكون مثلا مصطفى الصباق أمينا عاما هذا التوافق لم يتم فعندما فشلنا في إيجاد التوافق قلنا أن أصواتنا أن أصواتنا تذهب إلى أن أوفر حقا كي ننهي عملية التجاذبات وأن يركز الاتلاف على ما هو أهم نعم وهذا دائما ما يردد على الإخوان المسلمين بأنهم دائما مع الأوفر حظا كما تحدثت أو مع الفائز طيب أستاذ عمر مشوح هناك من يقول بأن قيادات للإخوان احتكرت القرار هل هذا صحيح؟ هذا حسب الرسالة التي وصلتنا أخي قبل أن أرد على هذا السؤال قضية المشروع الوطني نحن من بداية الألفين ونحن نقدم مشاريع وطنية من ميثاق الشرف إلى مشروع سوريا المستقبل إلى العهد الوطني ونحن نتقدم بمشاريع وطنية فإذا لم يكن الإخوان لديهم مشروع وطني فما لديهم مشروع وطني؟ هذه ليست مزايدة على الآخرين ولكن لتأكيد هذه النقطة هذا أولا النقطة الثانية قضية أن القيادات يحتكرون القرار هذا الكلام غير صحيح نحن لدينا مؤسسات لدينا آلية لاتخاذ القرار ولدينا شباب ممثلون في جميع مؤسسات القيادة ولديهم صوت يتكلم وينتقد بكل وضوح وعندما ننتقد نقول فلان انتقد وهذا انتقادنا ويسجل ويتابع بكل أريحية وبكل مؤسساتية لا نختبئ خلف الأسماء أو خلف الوهمية أو خلف الصحافة الصفراء وإنما نقول رأينا بكل وضوح وعندما يتم التصويت على القرار قد أعترض أنا على قرار وقد أوافق عليه لكن في النهاية أين يتم الأغلبية؟ هذا فيما يخص الاحتكار إذا كانت الإجابة على هذا الأساس الرسالة التي أتت من أبناء لجماعة الإخوان المسلمين تتحدث بأن الإخوان يعملون في خفاء ضمن فريق يظهر بأنه من تنظيم القاعدة أعتذر من تنظيم الإخوان لجماعة الإخوان المسلمين كما يحدث قيادة الأستاذ فريق طيفور وهناك من يقول رسالته مصداقيتها بالأقويل بأن قصة حسان الهاشم الذي دخل الائتلاف بصفة عضو في مجموعة العمل الوطني بعد انضمامه أعلن أنه أصبح رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان هل هذا الحديث غير صحيح؟ يعني أولا قضية أن القيادة تعمل بعدة أوجه هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي نحن لدينا أسماء محددة معروفة أن هذه إخوان وأنهم يمثلون رأي الإخوان هذا الكلام منتهي تماما منه ونعرف والجميع يعرف المعارضة من يمثل الرأي الأساسي للإخوان أو الرسمي للإخوان هناك مجموعات أخرى قد يكون بعض أفرادها من تميل الإخوان ولكنهم كمجموعة أو كوتلة سياسية داخل الكائن الوطني أو الجسد الوطني لا يعبرون عن الرأي الرسمي أو الرأي الأساسي للإخوان مثل أي مجموعات أخرى وقد نتحالف معهم مثل ما يتحالف الآخرون الأستاذ حسان هاشمه نعم هو مدير المكتب السياسي أو رئيس المكتب السياسي للجماعة وعند دخول الكائنات السياسية حتى من أيام المجلس الوطني هناك أسماء كثيرة من كتل سياسية دخلت بأسماء حراك ثوري دخلت بأسماء شخصيات وطنية فدخول الكائنات السياسية لا يفرض حالة معينة إذا تغيرت مستقبلا أن هذا الشخص لا ينتمي إلى ذلك التنظيم طيب أستاذ مهر بالمقابل الإخوة لديهم مشاريع وطني قدموا ميثاق شرف سوريا المستقبل بالتالي تبهم أكثر حركة يعني بالمعارضة للسورية تنظيميا لهم رأي واحد وقرار واحد يعني مختلف تماما عن باقي أطياف المعارضة السورية ليس كذلك؟ ليس كذلك سيدي لا ليس كذلك لماذا؟ والحقيقة يعصف لي حقيقة أن لا نميز ما بين ما نسميه ميثاق الشرف والمشروع الوطني المشروع الوطني يا سيدي ديزاين مختلف تصليم أقر يفترض أن تقوم به مجموعة القوة السياسية التي تسمى مجموعة القوة السياسية ونحن في حالة مختلفة تماما عن كل الظروف التي نشأت فيها المواثيق والرسائل التي يرسل نحن في حالة نعيد فيها تركيب البلاد نعيد فيها تركيب الكيان الوطني ولهذا مطلوب التوافق مع أكبر حدد ممكن من البشر من السوريين من قوة ثورة طيب هم الآن الإخوان المسلمين يقاموا بعمل لجل التوافق بين المنسحبين حتى يعودوا للإقتلاء سيدي سيدي الكريم العذر منك سيدي الكريم التوافق ما بين أشخاص شيء وإنتاج مشروع مشترك وطني شيء آخر هذا أمر مختلف حقيقة يعني يبدو أننا نحتاج للتحريف ما هو المشروع الوطني بالتحديد هذا أمر حقيقة غريب جدا طيب دعني أسأل السادة ملها بدرو بسؤال أخير السادة ملها هل الإخوان المسلمين لديهم مشروع وطني؟ يعني اتهامات منه لا يوجد أي طيف من أي طيف المعارضة ضيه لدينا مشروع وطني أعلننا عنه منذ عام 2004 وأكدنا عليه مرة أخرى بعدد من الوسائق وعدد من البيانات وعدد من التصريحات وكان هذا المشروع الوطني هو الدافع الحقيقي وراء تشكيلات الهيئات الوطنية من مجلس وطني وهي تركان عامة وغيرها أما ما ذكرتم بسؤالكم أن هناك كتلتان لدى الإخوان المسلمين لا يوجد لدينا كتلة داخل الإخوان المسلمين قد يكون مثلا الأستاذ فاروق طيفور هو الأكثر أسبقية في الماضي لكن لا توجد تديه كتلة ولا يوجد داخل الإخوان المسلمين أتباع لأحد نحن جميعا ننظر في قضايا بعين مستقلة وعقل منفتح ونصوت بما يرضي ضمائرنا وما يرضي الله عز وجل ما فيه مصلحة الوطن وما فيه مصلحة الجماعة ونحن حسب الرسالة التي وصلتنا قمنا بالنقاش عنها والحديث عنها أكثر شكرا لك أستاذ ملهم الدروبي عضو المجلس الوطني ضيفي من جداء شكرا لك أستاذ ماهر سليمان العيسى ضيفي من الرياض وكذلك عمر المشوح عضو قيادة جماعة الإخوان المسلمين ضيفي من اسطنبول تمتم بخير بحب الرحمن اشتركوا في القناة